ينضم إلينا من القاهرة العميد جميل المعمري خبير عسكري يمني سيادة العميد معركة الحديدة مستمرة لفترة وتحديدا في منطقة المطار بأي التكتيكات استطاعت القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي السيطرة على منطقة المطار وهل يعني ذلك أن السيطرة على الحديدة باتت شبه مؤكدة أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا بالنسبة لمعركة المطار هو تم الإعداد والتجهيز لها خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى الصنعاء وكانت هناك محاولات الدبلوماسية بالتفاوض مع الحوثيين بتقنيب الحديدة أي اشتباكات أو مخاطر قد تطال المواطنين ولذلك طلبوا المهلاء لمدة 24 ساعات ثم تم تمديدها ل24 ساعة أخرى ولكن المبعوث الأممي في الأخير غادر صنعاء بعد أن يأس من تلك المجامع التي لن تخضع لأي مفاوضات وأنا تحدثت مرارا وتكرارا أن هذه الميليشيات لا يمكن لها أن تقبل بأي حوارات وما أخذها بالقوى لا يسترد إلا بالقوى وهذه القاعدة التي يجب علينا أن نتعامل بها مع مثل هذه الميليشيات هذا يخص الجانب أو الشق السياسي لكن نحن نتحدث الآن عن تكتيكات عسكرية سنة العميد التكتيك العسكري نعم أنا أقول أن الفترة الماضية كانت الخطة معدة عسكريا بكل المقاييس تم من خلالها إعداد عمليات أو توزيع المهام على قوة اثنين من ألوية العمالقة بعملية الاختراق والتي تم التركيز عليها من المنطقة الغربية ومن المنطقة القنوبية هناك كلف اللواء آخر بتأمين الخط القادم من كيلو 16 ومحاولة قطع الإمدادات وهو الآن يشتبك في منطقات كيلو 16 كانت العملية موفقة بإسناد قوي من الطيران الإماراتي وطيران التحالف الذي كان له المهمة العظمى في عملية تمشيط وتنقية الأقواء أمام القوات المقتحمة طبعا هناك أيضا كلف اللواء آخرين أو ثلاثة ألوية بتأمين الخط القادم من منطقة الساحل تمت عملية الاقتحام فجرة اليوم بشكل رئيسي بدأت من الاتجاه الغربي ومن اتجاه الغنوبي في توقيت واحد من محورين ينضم إليها مؤخرا المحور الثالث من الاتجاه الشرقي وصلت القوات الآن إلى برق المطار أو المقر الرئيسي أو المجمع الرئيسي للمطار بذلك نعتبر أننا وصلنا إلى آخر نقطة في المطار من الناحية الشمالية سيادة العميد بعد السيطرة على المطار يعني بشكل مبدئي ما هي النسبة الصعوبة لسيطرة أو معركة المطار على معركة الحديدة بشكل عام وما الذي تبقى بعد ذلك للقوات اليمنية وقوات التحالف فيما يخص معركة الحديدة بشكل خاص وأقصد طبعا ميناء الحديدة طبعا المطار هو يعتبر الخط الدفاعي الرئيسي للمدينة كون المطار يعتبر مسيطر على مدخلين يعني من البواب الشرقية للمطار هي تطلع على شارع صنعاء المؤدي إلى قلب مدينة الحديدة والآتي من كيلو 16 البواب الغربية للمطار تتحكم في الطريق البحري الساحلي بخط الكورنيش المتقع غربا إلى بوابة الميناء أيضا بذلك نحن الآن أسقطنا أهم الدفاعات بالنسبة لمدخل الحديدة من المنطقة الغربية إلى نصف مدينة الحديدة لم يتبقى إلا المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية الآن القوات بدأت تتقه بعد قولة المطاحن باتقاه شارع الخمسين أعتقد أن القوات الآن ستلتقي بالقوات التي اتقهت باتقاه كيلو 16 وربما تلتقي في نقطة شارع التسعين القريب من الميناء وأنا أعتقد أن خروق القوات في هذا الاتقاه والتفافها عن المدينة سيؤمن كثيرا سقوط أي ضحايا مدنيين الحوثين الآن يحاولون استدراج قوات المشتركة من خلال القصف بالهاونات من داخل الأحيات السكنية تريد من القوات التقدم والتوغل أو قرها إلى معركة استنزاف داخل مدينة كونها الآن متحصنة على أسطح العمارات والبنايات واتخذت المدارس والمساقد وأيضا بعض المنشآت السكنية كمواقع لتمركزها الآن بدأت تحفر خنادق داخل الأحيات السكنية وتفصل الأحياء عن بعضها قطعت شبكات المياه أثناء عملية الحفريات دمرت أغلب الشبكات المياه هنا لا يهمها شيء غير التمترس والتمركز والقتال حتى آخر نقطة وهناك أيضا شيء يجب أن نتطرق إليه وهو أنهم قاموا الآن بملء خلال يومين الماضين بملء خزانات النفط بقوار الميناء وأنا أعتقد أنها ربما ترتكب قريمة كبرى من خلال تفقير تلك الخزانات أثناء عملية انسحابها من داخل مدينة وتشكل بذلك قريمة كبرى قد سؤدي إلى دمار أحياء بأكملها ولذلك نحذر نحن ونرغو كنا من القوات المشتركة أن تطلب من المبعوث الأممي إرسال رقابة للرقابة على العمليات التي تقوم بها أعتقد أنها قوة التحالف وصلت الفكرة شكرا جزيلا سيدة العميد جميل المعمري خبير عسكري يمني حدثنا من القاهرة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر